موسيقى 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 السلام عليكم جديرين لمساعدكم بخار قبل ما ابتدي الحلقة عايز اقول لكم ان انتو كمان وحشوني جدا 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 بجد وحشوني قوي النهاردة هنعمل ميكس ما بين الطعم المغربي والطعم المصري يعني هنعمل خليط كده من الطعم المصري الأصيل والطعم المغربي الأصيل بس التتبيلة هتبقى مغربية 100% أو 100% أو مليون في المية هنعمل النهاردة تاجين تجاج بورق العنب كمان هنعمل احنا ما عندناش ورق العنب في المغرب خالص يا جماعة بس احنا هنعمل هنعمل ده على ده طيب يبقى قولنا تاجين في الفران بالتجاج وورق العنب وكمان عندي بطق معمرأ بورق العنب وعندي لسان الطير او شربة لسان الطير بالتجاج هتعجبكم بزاف الحلقة اليوم ان شاء الله وهنتكلم عن حاجات كتير كده جدا مع بعض من دردش بس بعد ما نعمل الوصفات بتاعتنا تعالوا نبتدي اول وصفة اللي هي التاجين أو الطاجن بتاعنا عبارة عن ايه بصوا عبارة عن دبابيس بالشكل اللي انتو شايفينه ده متنظف كويس جدا عشان الزفارة بعمل ايه بعمل شوية خل أو لمون مع شوية ملح مع شوية جنزبيل باودر تمام اشيري الجلد مش عايزة الجلد خالص ممكن نستعمل نوع الفراخ اللي احنا عايزينها بالشكل اللي احنا نحبه بالنسبة للفراخ هو ده يعني ده اللي انا ههتاجه تعالوا بينا نشوف المحشي النهاردة هنعمله ازاي ورق عنب انا عندي هنا مسلوق كويس جدا يعني مسلوق حلو قوي عندي بهارات مشكلة عندي بصل مفروم ناعم عندي رز مصري عادي جدا مش البسمتي عندي صلصة طماطم كسبرة بقدونس مفرومين جدا 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 وعندي شبط مفروم ناعم كمون بابريكا اللي هي تحمرة كسبرة ناشفة اللي هو الكسبرة اليابس وعندي مكعبات مرأة فراخ أو خضار أو لحمة على حسب اللي انتوا هتستعملوه وملح وفلفل طبعا وشوية من الزيت تعالوا نعمل التسبيكة أو تحويجة يعني هي حاجة كده بس هي هنسبكها يعني تعالوا بنا هحط شوية زيت عندي هنا يعني ما يعادل أو اللي هو نقدر نقول إنه المعيار يعني ما بين ربع كوباية لنص كوباية صغيرة خالص هحط عليها البصل بتاعي هيبتدي تشوح معي البصل شوية هعمل إيه؟ خليني أقلبه ونجيب حاجة نحط عليها المعلقة بتاعنا يلا أنا البصل بتاعي هيبتدي تشوح شوية هعمل إيه؟ عايز أقول لكم مش هستنال حدا ما يدوب خالص لأ هي بسيط جدا يتشوح شوية بسيط قوي وبعد كده أبتدي أتعامل كمان هحتاج تماطم زي ما قلت لكم تماطم تبقى معصورة ناعم جدا أو نشيل منها البزر نصفيها في الآخر أهم حاجة عندي تبقى نعمة خالص معي ما يبقاش فيها بزر عشان تبقى معايا حلوة وتعمل لي صوص حلوة جدا نلبس البلاز بسم الله الرحمن الرحيم طيب أنا بقى أول ما تبتدي البصل بتاعي يفتح مش هستنه يتحمر زي ما قلت لكم هعمل إيه؟ ما تشد يا ليه؟ أو الطماطم بتاعتي المعصورة طماطم فرش ما نعملش ممكن تعمله العصير يعني فيه عصير بيتبقى جاهز بس يفضل إنها الطماطم تبقى فرش جدا كمان هابتدي بصوا هي تختلف الحاجات من بلد لبلد أو تختلف الطريقة من شيخ لشيخ زي ما احنا بنقول كل شيخ وليه طريقة يبقى احنا هنعمل الطريقة دي وجربوها غادي تعجبكم بزاف 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 هبتدي أتبه التدبيلة بتاعتي هحط المكعبات من غير ما نهرسها خالص كده كده هي بدوب كزبرة نشفة فلفل بابريكا اللي هي التحمرة والكمون لإنه بيديني طعم حلو جدا بهرات المشكلة المغربية بتاعتي اللي أنا بعملها لإنها بتديني نكهة حلوة قوي اهو والملح بتاعنا والفلفل بس نعمل حسابنا إن احنا حطين قريدي آآ توابل كتير فالملح بتاعنا يكون مظبوط على قدم ما نقدر لإن المحشي من الحاجات اللي ما فيهاش علاج خالص للملح طيب شلنا دي اهو وناخد دي كمان لازم تجربوه بالطريقة دي بيبقى هايل ورائع ويجنن وكل حاجة عايزة أخد الحلة دي من هنا وأوريكو هعمل إيه للفراخ بتاعتي تعالوا في الفترة دي فان اهو هحط شوية زيت وهحط شوية ملح وفلفل بس هكتفي بالزيت ده شوية ملح وفلفل وسلايز لمون واحدة أو اثنين بالكتير خالص عشان أشوحت الفراخ بتاعتي أديها زي الصدمة بس كده لا أقل ولا أكتر يا سما أهلا وسهلا ألو 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 إزايك يا سما ربنا يخليكي وأنا بحبك يا سما جدا جدا سما يا سما طيب كلمينا تاني يا سما الخط الواضح إنه قطع وهي بتغلي معي هبتدي أعمل إيه أوطي عليها النار ونحط سلسة الطماطم بتاعتنا لازم سلسة الطماطم عشان تديني اللون الأحمر الحلو جدا هقلبهم واسبهم يتسبكوا مش مدة طويلة يعني حاجة بسيطة خالص مش عايزة أنا الطماطم تفصل معي خالص يعني هي حاجة بسيطة وهتبقى بالنسبة لي خلاص في الفترة دي تعالوا بينا نحط جاج دياننا عايزة أقول لكم لو عملتوا الجنزبيل إن الحاجات دي من الأسئلة الكتيرة جدا اللي بتجيلي لو عملنا الجنزبيل هيبقى الموضوع مختلف معاكم تماما مش هتحسوا بالزفارة اللي هي ممكن تدايقكم نهائيا يعني عايزكم تجربوه لإنه فعلا بيبقى طعمه حلو جدا وبيبقى رائع هاخد ملح أهو وفلفل يزور شوية من الملح حاجة بسيطة خالص ولي بتدي نقلب شوفوا معي الطماطم بتاعتي بقى شكلها إيه عايزة أقول لكم طماطم بتبقى بسرعة جدا أو بتستوي بسرعة جدا 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 آه يلا نخلي الفراخ بتاعتنا تاخد روحتها ونيجي إحنا للرز أنا بسيبه على النار واقوم منزلة الرز بتاعي تقليبة بسيطة على النار كده بصوا أنا بخليه جوسي جدا ما بخليهوش ينشف خالص مش عايزاه ينشف معي نهائيا هيبتدي يغليل وغلوة بسيطة يعني مفيش دقيقة على النار هتلاقوه بقى معاكم تمام وبقى الدنيا بقيت معاكم زي الفل مش ناقص غير إننا نحشيه ونجدخله الفرن طبعا لما نحق الرسو هنحتاج معاه إيه فيه اللي بيحب يحط مرأة فيه اللي بيحب يحط إيه آآ شربة لو عندوكو شربة جاهزة برحتكم خالص زي ما تحبوا آآ إحنا هنا بنحط إيه بنحط ميا بس يعني أنا عايزة حط ميا بس لا أقل ولا أكتر هاخد خلوني أخد ورق العنب بسم الله خلينا يلا تعالي مش مشكلة حتى لو قطع معاكم خالص ما تقلقوش هاخد أنا شوية بصوا أنا عايزاه كده بالشكل ده عايزاه جوسي جدا عايزة الموضوع يبقى معايا جوسي قوي فوق ما تتخيلوا نعمل كده ونلفأ الطبيعية بتاعي نخليها على جم خليني أخد الورق يلا بينا بسم الله عايزة أقول لكم طعم التاجين ده بيبقى بيجنن طعمه رائع حلو آآ طحفة عايزة أقول لكم كل الكلام الحلو فيه بصراحة مش ناقص غير عزومة بسيطة جدا وخلاص هرجع وأقول لكم ما تنشفوهوش خالص أنا عايزاه يكون آآ سايب يعني عايزاه سايب خالص ونلفه خليني أحطع بس كده ونلف دي عشان اتقطعت يا نور اهلا وسهلا آآ آآ بحبك قوي وأنا بحبك قوي 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 قولي لي يا نور عايزاني عملك حاجة أنا عايزة تبريد عمل الباسكوت المغردي عناية الاتنين هعملك حلقة مخصوص عشان الباسكوت المغردي أو ساب لي بريستيش زي ما احنا بنسميه عناية الاتنين يا حبيبتي طيب هنكمل طبعا لف للمحشي تماما بالشكل اللي انتوا عارفينه طبعا كل الناس عارفة زي تلف المحشي فدي حاجة أكيدة خليني أخد أنا هنا الطاجين ديالي وناخد الحلة دي كده طيب أنا هنا طبعا لفين شوية حلوين عشان لو فضلنا اللف ده احنا عارفين الستات كلها عارفة انه الموضوع هياخد معانا وقت طويل جدا مش هنخلص هاخد سلايز الليمون أنا بحب استعمل الليمون الأضليا بصراحة بحسوا بيديني طعم حلو قوي معرفش ليه اهو ما الشكل ده وهاخد نقطة بسيطة من الزيت بس كده وهاخد الفراخ بتاعتي ونبتدي عايز أخد حاجات صغنطوطة عشان يلف معي يلا بسم الله عايز أزنقها كويس جدا أو أخليها مكبوسة يعني نكبسها حلو جدا ما يبقاش فيه فراغات عندي غير حاجات بسيطة خالص اهو زي ما انتو شايفين بالشكل ده كده وهجيب تعالا كده ونجيب ورق العنب بتاعنا ونبتدي نرسه بالطريقة دي وهضيف عليه كوباية بس أو كاس ديال الماء مية عادية جدا وهيبقى عندي خلاص هايز أقولكم أكلة رائعة وهيلة بس كده الطاجين ديالي هيبقى خلص بس هنقفل كل الفراغات اللي عندنا ده مهم جدا نكبس الورق حلو قوي ما يبقاش عندي فراغ خالص هحاول بالشكل ده اهو وندخلوه الفران وهيبقى معانا تمام جدا خليني أشوف هنا في حاجة اهو وهنا بس كده يلا بينا كده أنا هحط عليه في اللي بيحب يحب في الفترة دي يحط ايه يحب يحط اللي هو عايز أقولها لكم ازاي مرقة تبقى عندكم لحمة او فراخ او ايا كان على حسب اللي انتوا هتستعملوه براحتكم خالص في اللي بيحب يحط المكعبات برضو براحتكم خالص انا بصراحة ما بحبش احط كتير هحط بس كباية كبيرة من الميا يا نادا نادا يا نادا ازايك يا نادا ازايك يا حبيبتي عاملة ايه ايوه ازايك انت اللي ازايك احبك جدا وانا بحبك جدا 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 واموريني عايزاني اعملك اي حاجة ما عايزك بتعالي بطريقة اللازانيا اللازانيا لاثنين يا قلبي كده انا حطيت الميا هقفله بفويل بالشكل ده اهو وندخلوا الفرن خلاص هياخد له مش كتير الفراخ السوي معانا قلنا حوالي 25 ل 30 دقيقة والمحشي زيهم بالزبط تقريبا يعني عقبال ما تغل الميا خمس دقايق يعني هياخد لنا 45 دقيقة في الفرن هيبقى معانا المحشي حلو جدا كي سهل فمكم انا هطلع فاصل وهرجع لكم على طول خليكم معانا عشان لسه في وصفات كتيرة جدا انا خليكم معانا اهلا وسهلا بكم رجعنا من الفاصل وتعالوا شوفوا معايا انا بعمل ايه للناس اللي مش بتقدر تنظف البط كويس جدا من ايه من الشعر اي منطقة او اي مكان لقينا فيه الشعر مش عارفين نشيله خالص ومش عارفين ان اتضافة خلاص غلب غلبنا او زي ما بنقول اعملوا ايه بشبوري او على النار وعدوها عليها خالص لحد دم ايه كل الشعر يتشال نفس الفكرة اللي احنا كنا تكلمنا فيها او سبق تكلمنا فيها عن موضوع الخروف او الكوارع او لحمة الراس وطيف رأيا كان اللي هي فواكه المدبح فلازم نعديها كامان عشان ما يبقاش لها لا منظر ولا طعم ولا نظافة بتاعت الحاجة بتبقى حلوة لازم تعملوا الحركة دي ارجوكم البطة البطة المعمرة هنحتاج فيها بطة طبعا تبقى حلوة جدا عايز اقولكم مغسولة حلوة قوي معايا عشان ما تبقاش فيها زفارة خالص كمان عندي هنا ايه كزبرة نشفة فلفل بابريكا احمر عندي كمون عندي مكعبات مرأة وعندي بطاطس دوائر او عملاها حلقات وانا سلقاها هنا نص سلقة كمان عندي ايه زوزو عندي ورق لورا عندي حبهان ليه قاقلة وعندي مستكا هقولكم ليه اول حاجة هنعملها يا بسم الله انحط ده هنا نحط شوية زيت هنا حلوين مش كتير بس شوية زيت حلوين انا عايز اقدي صدمة للفرخة بتاعتي فرخة او بطة او حمام كمان يعني الاثنين هاعمل ايه هاخد شوية من هنا الاول كده بالشكل ده وخليني اعمل هكده وناخد شوية من الملح مش كتير بالشكل ده وهعمل لها بالطريقة اللي انتوا شايفين هدي وهاخد شوية كمان لجوه وندخل ونتبلها من جوه ومن بره نحس انها تتبلت معي حلو قوي في الفترة دي هاخد ميستكا ورق لورا والحبهان في الزيت عشان يديني طعم او يديني ريحة للبطة بتاعتي وهي بتاخد الصدمة بتاعتها بسم الله زي ما انتوا شايفين اهو طبعا انا بفضل اعمل كده عشان ما تلزقش معي يلا مش لازم تسيبوها كتير يا نورا نورا يا نورا اهلا وسهلا يا فندب اهلا وسهلا يا فندب ايوة ايوة اهلا معيك كلمينا تانية نورا الوابح انه النهاردة في مشاكل بالخطوط طيب زي ما انتوا شايفين بديها صدمة بسيطة جدا انا مش بحمرها انا بديها صدمة وارجع اقولها لكم صدمة معنى اني احملها الجلد بتاعها او اخلي الجلد يبقى معي واقف او ماسك نفسه شوي يبقى انا كده مش عايزاها تتحمر انها قريدي هتتحمر معي في الفرن خلوني اعملها بس اهلا بس كده ونشلها خالص اهلا بالشكل ده نورا يا نورا دي البطة بتاعتي يا جماعة بتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بس انا عايز اعمل ايه خلوني اجيب طبقة معلش استسمحكم نحط البطة بتاعتنا هنا ونجيب البطاطس هحط البطاطس بالشكل ده هي بتديني طعم وفي نفس الوقت بتديني كافر للبطة السلايز اللمون بالشكل ده عايز اقولكم بطة دي بيبقى طعمها رائع كمان عندي فيها ورق عنب ورق عنب ده ضروري جدا لانه بيديني طعم هايل كل اللي انا هعمله بسوا مش هعمل حاجة كتير اهو وهاخد التوابل بتاعتي وارشها الكزبرة النشفة الفلفل بابريكا الكمون هاخد هنا شوية من الملح وشوية من الفلفل اما ده هاخد اعمل كده وهو هيدوب مع المي انا هكتفي بواحدة ونص بس خلوني اعمل لهم كده نيجي بقى لايه للسيدة اللي عندنا دي هناخد المحشي نسويه في حلة عادية بنفس التتبيلة اللي عملناها ونلفو ونبتدي نحشي البطة بتاعنا زي ما قلتلكم انا بعمل لكم تتبيلات مغربي احنا النهاردة عملنا ميكس بصراحة عاملين حلقة ميكس حلوة جدا رائعة لازم تجربوها وتجربوها اهلا وسهلا يا فندم اهلا اهلا وسهلا يا امينة اهلا اهلا بيكي اعوز اعرف مكونات الزلابية الزلابية اه عناية لتنين يا فندم هاخذ هنا اهلا وسهلا يا نورا لا بس عليك لا بس الحمد لله نورتنا ومشرفانا ومشاء الله الحاجات حلوة جدا جدا الله يبارك فيك شكرا هتكلم بطري على مغربي عشان يفهمونا اوكي حاجاتك حلوة وجميلة وانتي ما شاء الله يعني حلقاتك من تطور لتطور ما شاء الله كل حاجة حلوة شكرا الله يبارك فيك شكرا حبيبة الله يبارك فيك حاجاتك حلوة ووصفاتك حلوة ومتنوية للجميع ومتنوعة يعني مش مغربي بس احنا كان نوعا مغاربية شرقية عربية كله كله احنا بتوع كله ايوه طبع لا جميل وتبارك الله عليك ومشرفانا ربنا يخليك يا رب ده شرف لي يا ربنا يخليك يا قلبي طيب انا هطلع فاصل وهرجع لكم على طول خليكم معانا البطة بتاعتي في الفرن والمحشي في الفرن وصفات حلوة كتير جدا النهاردة اهلا وسهلا بكم رجعنا من الفاصل وتعالوا شوفوا معايا انا بعمل ايه للناس اللي مش بتقدر تنظف البط كويس جدا من ايه من الشعر اي منطقة او اي مكان لقينا فيه الشعر مش عارفين نشيله خالص ومش عارفين النظافة خلاص غلب غلبنا او زي ما بنقول فاعملوا ايه بشبوري او على النار وعدوها عليها خالص لحد دم ايه كل الشعر يتشال نفس الفكرة اللي احنا كنا تكلمنا فيها او سبقوا تكلمنا فيها عن موضوع الخروف او الكوارع او لحمة الراس وطيب رأيا كان اللي هي فواكه المدبح فلازم نعديها كامان عشان ما يبقاش لها لا منظر ولا طعم ولا نظافة بتاعت الحاجة بتبقى حلوة لازم تعملوا الحركة دي ارجوكم البطة البطة المعمرة هنحتاج فيها بطة طبعا تبقى حلوة جدا عايز اقولكم مغسولة حلوة قوي معايا عشان ما تبقاش فيها زفارة خالص كمان عندي هنا ايه كزبرة نشفة فلفل بابريكا احمر عندي كمون عندي مكعبات مرأة وعندي بطاطس دوير او عاملا حلقات وانا سلقاها هنا نص سلقة كمان عندي ايه زوزو عندي ورق لورا عندي حبهان اللي هي قاقلة وعندي ميستيكا هقولكم ليه اول حاجة هنعملها يا بسم الله هنحط ده هنا نحط شوية زيت هنا حلوين مش كتير بس شوية زيت حلوين انا عايز اقدي صدمة للفرخة بتاعتي فرخة او بطة او حمام كمان يعني الاثنين هعمل ايه هاخد شوية من هنا الاول كده بالشكل ده وخليني اعمل هكده وناخد شوية من الملح مش كتير بالشكل ده وهعمل لها بالطريقة اللي انتوا شايفين هدي وهاخد شوية كمان لجوه وندخل ونتبلها من جوه ومن بره نحس انها تتبلت معي حلو قوي في الفترة دي هاخد المستكة ورق لورة والحبهان في الزيت عشان يديني طعم او يديني ريحة للبطة بتاعتي وهي بتاخد الصدمة بتاعتها بسم الله زي ما انتوا شايفين اهو طبعا انا بفضل اعمل كده عشان ما تلزقش معي يلا مش لازم تسيبوها كتير يا نورا نورا يا نورا ألو ألو أهلا وسهلا يا فندب أهلا وسهلا يا فندب أيوة أيوة ألو 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 معاك كلمينة تانية نورا الواضح انه النهاردة في مشاكل بالخطوط طيب زي ما انتوا شايفين بديها صدمة بسيطة جدا انا مش بحمرها انا بديها صدمة وهرجع اقولها لكم صدمة معنى اني احملها الجلد بتاعها او اخلي الجلد يبقى معايا واقف او ماسك نفسه شوية يبقى انا كده مش عايزاها تتحمر انها قريجي هتتحمر معايا في الفرن خلوني اعملها بس اهلا بس كده ونشلها خالص اهلا بالشكل ده نورا يا نورا دي البطة بتاعتي يا جماعة بتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بس انا عايز اعمل ايه خلوني اجيب طبقة معلش استسمحكم نحط البطة بتاعتنا هنا ونجيب البطاطس هحط البطاطس بالشكل ده هي بتديني طعم وفي نفس الوقت بتديني كوفر للبطة السلايز اللمون بالشكل ده عايز اقولكم بطة دي بيبقى طعمها رائع كمان عندي فيها ورق عنب ورق عنب ده ضروري جدا لانه بيدي طعم هايل كل اللي انا هعمله بسوا مش هعمل حاجة كتير اهو وهاخد التوابل بتاعتي وارشها الكزبرة النشفة الفلفل بابريكا الكمون هاخد هنا شوية من الملح وشوية من الفلفل اما ده هاخد اعمل كده وهو هيدوب مع المي انا هكتفي بواحدة ونص بس خلوني اعمل لهم كده نيجي بقى لايه للسيدة اللي عندنا دي هناخد المحشي نسويه في حلة عادية بنفس التتبيلة اللي عملناها ونلفه ونبتدي نحشي البطة بتاعنا زي ما قلتلكم انا بعملكم تتبيلات مغربي احنا النهاردة عملنا ميكس بصراحة عاملين حلقة ميكس حلوة جدا رائعة لازم تجربوها وتجربوها اهلا وسهلا يا فندم اهلا اهلا وسهلا يا امينة اهلا اهلا بيكي اعوز اعرف مكونات الزلابية الزلابية اه عناية لتنين يا فندم هاخذ هنا اهلا وسهلا يا نورة لا بس عليك لا بس الحمد لله مورتينا ومشرفانا وماشاء الله الحاجات حلوة جدا جدا الله يبرك فيك شكرا حتكلم بطري على مغربي عشان يفهمونا حاجاتك حلوة وجميلة وانتي ما شاء الله يعني حلقاتك من تطور لتطور ما شاء الله كل حاجة حلوة شكرا الله يبرك فيك شكرا حبيبة الله يبرك فيك حاجتك حلوة ووصفاتك حلوة ومتنوية للجميع ومتنوعة يعني مش مغربي بس يعني مغاربية شرقية عربية كله كله احنا بتوع كله لا جميل وتبارك الله عليك ومشرفانا ربنا يخليك يا رب دا شرف لي يا ربنا يخليك يا قلبي طيب انا هطلع فاصل وهرجع لكم على طول خليكم معانا البطة بتاعتي في الفرن والمحشي في الفرن وصفات حلوة كتير جدا النهاردة اهلا وسهلا بكم ورجعنا لكم من الفاصل هنعمل دلوقتي طبعا بعد ما عملنا الحاجات اللي هي على الفرن هنعمل ايه هنعمل ايه هنعمل ايه هنعمل ايه شربة شربة ديه اللي لسان الطير اللي هو ايه لسان العصفور او اه لسان العصفور بتجاج يبقى ايه هنحتاج فيها تجاج يكون متقطع زي تقطعت الشوار ما تبقى صغير اه زي كبدة اسكندراني نقطع الفراخ بتاعتنا صغيرة جدا كمان عندي كزبرة بقدونس هيبقى كتير شوية مفرومين ناعم عندي صلصة طماطم عندي كركم عندي جنزبيل وعندي شوية كزبرة نشفة بسيط جدا عندي بصل مفروم ناعم جدا ولسان الطير طبعا اللي هو لسان العصفور وعصير طماطم نصف فيه من غير بزر للتزيين انا هنا اخترت تعالوا هنا كده سلايز لمون واوراق بقدونس واوراق كزبرة طيب تعالوا بينا انا هنا الحلة بتاعتي سخنة طبعا الملك والفلفل ده اساسي وهنحط عليها شوية زيت بسيط خالص يعني ما يعادل معلقتين كبار بس لا اقل ولا اكتر هاخد هنا عايزين تعملوها بالزبدة اعملوها عايزين تعملوها بالسمنة اعملوها دي حاجة حريخ اختيارية لكم بس اعملوها بالطريقة دي بتبقى اخاف شويتين حلوي هنقلبو عشان يتحمر بس مش هنحمرو قوي يعني مش هنعملو يبقى لونو بني او براون زي ما احنا متعودين على لسان الطير بتاعنا او الشعرية بتاعتنا انا هتديلو برضو هقول لكم صدمة في الزيت لا اقل ولا اكتر عشان ما يعجنش مني بس كده اهو يا حاجة زينب اهلا وسهلا حاجة زينب طيب ارجع يكلمين تاني يا حاجة زينب معلش نعتزر النهارده يا جماعة عن الخطوط بايزة الدنيا بايزة عندنا فاحنا اسفين جدا طيب بصوا ما بياخدش وقت خالص في التحمير بياخد حاجة بسيطة جدا اهي كده انا بالنسبة لي تمام قوي هعمل ايه هاخد وهسيب شوية للاخر نفس الموضوع يا قلاء اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا فندم على طريقه اتعامل مقارون عناية الاثنين يا حبيبتي عناية الاثنين اهو هقلبها عشان تاخدلي الطعم اللي انا عايزاه وهقوم منزلة ججيا لي او الفراخ بتاعتي وهشوحها او اقلبها كويس جدا ده اول ما تبتدي الفراخ تبيض معايا مش عايزها تبيض يعني اول ما تبتدي تبيض معانا بس هنقوم عاملين ايه حطين التتبيلة بتاعتنا بصوا الزيت مش فيها كتير خالص ما فيهاش كمية زيت كتيرة فده مش هيدايق معدتنا خالص يا جماعة هبتدي احط الملح اهو والبزار اللي هو الفلفل ونبتدي نحط التوابل بتاعتنا كسبرة نشفة مع شوية من الكركم مش كتير وعندي جنزبيل فاودر هتقولولي البصل هتنزليه امتى هقولكم البصل هنزله بعد ما نزل المياه بتاعتي البصل مش هشوحه خالص مش هينزل دلوقتي هينزل اخر حاجة مع المياه يعني هنزل المياه بعد كده نزل البصل وصلصة الطماطم لاثنين مش الطماطم المعصورة لا الصلصة الطماطم المعصورة هنزلها برضو دلوقتي حالا يلا بينا بظن ان دي طريقة مختلفة تماما عن اللي انتم متعودين بتعملوها بس جربوها هتبقى معاكم حلوة طعمها بيبقى حلوة ما بتعجنش خالص لا تقلقو نهائيا هاخد مياه مغلية اهي وابتدي انزلها يا ملوكا اهلا وسهلا يا ملك عملي يا حضرتك الحمد لله يا فندم ربنا يخليك لو زمعت حضرتك عايزين بس ان اعرف طريقة عمل البشامل عناية الاتنين هقول هالك دلوقتي هنقعد ندردش مع بعض وهقولكم على كل الحاجات اللي انتم سألتوني عليها اهي الوصفة بتاعتي اهي هخليها تغلي كويس جدا 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 اول ما تبتدي تغلي معايا هعمل ايه هاخد البصل بتاعي وصلصة الطماطم بس لازم المياه تبتدي تغلي معايا هاخد زي ما قلتلكم البصل والطماطم وهزود الكزبرة والبقدونس اخر حاجة دول طبعا للتزيين فقط لا غير طيب تعاليا ست نقول البشامل البشامل هنعمل لها ايه هنسلق المكرونة بتاعتنا عادي جدا انا بالنسبالي بفضل ما نحطش ملحة خالص في سلق المكرونة هي نقطة زيت او نقطة زبدة وخلاص ما نكترش مياه كتير عشان المياه ما تعجنش مننا المكرونة بتستوي من اقل مياه مش من كتر المياه دي حاجة نصفي المكرونة كويس عشان ما تعجنش منك نحط عليها مكعبات تلج واحنا بنشطفها شطفة خفيفة جدا بميا عادية بعد كده نحط عليها مكعب زبدة خلصنا من المكرونة وتعالي للبشامل هناخد معلقتين من الزبدة كبار معلقتين كبار اللي هي معلقة الطعام اللي هي العادية بتاعتنا دي عشان الناس كتير قوي بتقول لي ايه المعلقة هي دي معلقة العادية اللي بناكل بيها هنحط زبدة او زيت او سمنة تمام هنحطهم هنحط عليهم معلقتين دي زيهم هنحرك نحرك نحرك نحط ملح وفلفل ويستحسن انه يكون فلفل ابيض رشد جز الطيب ومكعب مرأة وخلاص على كده نقلب 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 ونحط عليها كوباية كريمة بعد كوباية كريمة نقوم حطين المية بتاعتنا او اللبن على حسب انتي بتفضليها يبقى ايه ونقعد نضرب عشان ما تعجنش مننا على نار واطية لحد ما تلاقيه يصل بشامل عندك يا حج زينب اهلا وسهلا الو الو ازاي حضرتك الحمد لله ربنا يخليكي انتي جميلة جدا ومنورة الشاشة ربنا يخليكي يا فندم شكرا لزوء حضرتك الله يخليكي ربنا يخليكي يعني سعداء بيكي وانا بقى عايزة اطلب منك بقى تعمللنا الشباكية شباكية والحريرة عناية انا امرضت اخوتي برضو من المغرب اوكي واحنا تحية للمغرب واهل المغرب ربنا يخليكي يا فندم نمنزوء حضرتك يا رب ومن كرمك ربنا يخليكي اعمل لكل الحلويات الرمضانية هنعملها كلها مع بعض ما تقلقوش الفترة اللي جاية دي بصوا انا حطيت البصل بتاعي وحطيت سلسة الطماطم هاخد الحل بتاعت يقفل عليها واروح فاصل وارجع لكم على طول خليكم معنا رجعنا لكم الفاصل عايزة اقولكم حاجة انه انا هلا انتوا عارفين انا بحب بكل مرة ازود حاجة فاعزروني هحط الكزبرة والبقدونس بتاعي خلاص وزودت هنا عندي بولة من الكريمة ممكن انتوا تستغنوا عنها براحتكم لو مش حابين بس انا حبها بصراحة لانها بتديها طعم حلو جدا اهو بس كده هخليها تغليلها غلوة بسيطة جدا نكون احنا طلعنا الاطباق بتاعتنا اللي احنا عملناها نشوف ايه الاخبار والدنيا اخبارها ايه تعالوا بنا خليني اطلع يا بسم الله ونقفل على ورق العنب شوية عايز اقشلها يا بسم الله طيب بالشكل ده بس عايز اقدمها فين يا زوزو اه خلينا نقدمها هنا ما نقدمهاش في الطبق العادي كده دي البطة بتاعتنا عايز اقولكم تعمها يا جماعة بيبقى حلو جدا ورائع جدا 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 انا لازم اشيلها بحاجة بصو هنعمل ايه نلبس جلافز ونتعامل بادينا هيبقى احسن بكتير جدا زي ما قلتلك كلبشها ما نعمليها بالشكل اللي انا قلتلك عليه ممكن اه لو عايزة تلغي جوز الطيب الغيها براحتك خالص يبقى قلنا هنحط معلقتين من الزبدة ومعلقتين من الدقيق هنخلي الزبدة لحد دمتدوب على النار وبعد كده نحط ايه معلقتين من الدقيق الابيض عادي جدا او فيه ناس تحب تعملها بالنشدة ده حاجة ترجعلك براحتك خالص يعني براحتك على الاخر تعالوا بينا بعد كده نقوم حطين ملح وفلفل وشوية من جزء الطيب عادي جدا زي ما انت تحبي او زي ما تفضلي وايه هو مكعب مرأة يا ايه صفا اهلا وسهلا اعنا زيك حبيبتي عاملة ايه مادام صفا اه زيك حبيبتي عاملة ايه جميلة انت او او في كل حاجة ربنا يخليك يا فندم ده من زوق حضرتك او ماشا الله عليك والله ربنا يخليك يا فندم ده من زوق حضرتك عناية كيكة ايه الجيلي الجيلي عناية الاتنين يا قلبي عاملك اه اه احلى كيكة جيلي اهو هنعمل مع بعض حلقة نعمل فيها الجيلي وانواع واشكال ونشكل وازاي نقدمه بطرق مختلفة خالص هتبقى معاكم حلوة جدا ان شاء الله الاسبوع الجاي اللي هو ده هعمل معاكم الفكرة دي عايز اقولكم فكرة رائعة فعلا اه ما بلقيهاش كتير درجة لأ هنعملها مع بعض جيلي باشكال بقى والوان وحركات هندلع نفسنا في الجيلي عناية الاتنين يا فندم تؤمريني بصوا بقى هاخد بقى انا كم سلايز لامون اه ناخد ده وناخد ولا هاخدي نخليني كده وناخد دي هنا ودي هنا في النص مرحبا بكم يعني بصوا عايز اقولكم الطبق رائع يتقدم في عزومة في غدا تغيير شوية تغيير عايزين نعمل محشي وفي نفس الوقت عايزين نعمل معايا حاجة تانية على فكرة ممكن ما تكتفوش بس بالمحشي اللي هو محشي جوه البطة لا ممكن تعملوا ايه تاخدوا المحشي كمان بسم الله ممكن تاخدوا المحشي كمان تزودوه في الصينية لو انتوا عايزين يبقى زيادة عندكم بكتير يعني براحتكم خالص دي حاجة ترجع لكم زي ما تحبوا كمان دلوقتي تعالوا بينا نحط صوبة او لسوب بتاعتنا هخليها انا هنا بسم الله الكزبرة والبقدونس بيديها طعم حلو قوي هرجع اقول لكم انا هعمل نفس الطريقة بتاعت مامتي هاخد الحلة اهو تعالى كده ونقدمها بالشكل ده عايز اقول لكم الشربة دي بتبقى حلوة قوي وتعمها يجنن يا بسم الله يلا 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 بس كده خلينا نكتفي بكده بتبقى حلوة قوي زي ما قلت لكم وتعمها حلوة قوي عايزكم تجربوها خفيفة لو عايزين تتقلوها بشوية نشا أو دقيق براحتكم خالص زي ما احنا حبين يعني دي حاجة في ادينا اهو وكام بيهربوا بيغتصوا عايزين نحط الشوك خليني يلا خلينا نكتفي بكده طالما هم بيهربوا جوه بالشكل ده يا بسم الله وناخد يا الله لسوب دينا ديال سانتير بتبقى رائعة وهيلة وطعمها حلو جدا هيفضل لنا ايه يا زوزو تاجين ديالنا يا بسم الله بصوا كل اللي هو عايزه عصرة لامون وتاكلوه بصحتكم ورحتكم انا هنا هعمله رشة من زيت الزيتون وخلاص على كده هنقدمه بالشكل اللي انتو شايفينه ده ناخد كام حاجة زي ما انتو شايفين نهاردة للأسف حلقتنا خلصت للأسف 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 عملنا فيها ايه؟ عملنا فيها وصفات عايز اقولكم بيبقى طعمها حلو جدا تبقى رائعة بطاق معمرة بالمحشي وراء العنب عملنا شربة ديال سانتير وعملنا معاها كمان تاجين بالدجاج ديال او بخذة ديال ديال او بدابابيس الفراخ ديال وراء العنب تبقى رائعة جدا يا مريوما اهلا وسهلا يا مريوما انا بحبك يا سيس وانا بحبك جدا ربنا يخليكي واموريني عايزاني اعملك اي حاجة؟ انا عايزة طريقة الكابكيك طريقة الكابكيك عنايا الاتنين نعمل حلقات تانية عن الكابكيك من عيوني الاتنين زي ما انتو شايفين النهاردة الحلقة بتاعتي خلصت للأسف اه السنوني في وصفات كتيرة جدا وصفات جديدة اه السنيني كمان حضرتك في وصفات كتيرة جدا متنوعة للجلي بحبكم جدا النهاردة دي كانت وصفتنا تاجين ديال وراء العنب او محشي ورق العنب بالدجاج وعندي شربة ديالسانتير اللي بتبقى طعمها حلو جدا لو عايزين تقيلوها تقيلوها براحتكم خالص ولو عايزين تستغنوا عن الكريمة استغنوا عنها كمان عندي بطة معمرة بوراء العنب بتبقى حلوة جدا جدا للعزمات وللعشاء وللغداء واتفر ايان كان بصحا وراحة الحلقة جايان شاء الله كان مجالكو موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة نانسي قنقر اشتركوا في القناة